اهلا بكم في حلقة جديدة ومثيرة من قناة عشوائي النهاردة نتكلم عن موضوع شيء جدا وهو عشر معلومات مذهلة عن الغزلان يلا بينا نغوص في عالم الحيوانات الرشيقة دي ونستكشف اسرار هالمذهشة ولكن قابلنا بعد الانترو اول معلومة معانا هي ان الغزلان مش بتاكل لحوم خالص فدي اكلات اعشاب بامتياز يعني مش هتلاقيها بالطارد فريسة ولا حاجة زي الاسود مثلا دول بيتغزوا على النباتات والاعشاب والفواكه بس فتخيلوا بقى ان الغزال الواحد ممكن يأكل لحد 8 كيلو من النباتات في اليوم الواحد يعني تقريبا وزن طفل صغير مش بس كده دول كمان بيحبوا يأكلوا البراعم الصغيرة واللحاء بتاع الاشجار يعني لو شفت غزالة في الغابة هتلاقيها بتتنقل من شجرة للتانية زي ما يكون في بوفي مفتوح تاني معلومة هي ان الغزلان عندها نظام هضمي معقد جدا فالغزلان دي مش اي كلام كده والسلام لا دي عندها اربع معدات ايوة صحة زي ما سمعت كده اربع معدات مش واحدة زي البشر الحقيقة دي شبه المصنع الصغير جوا بطنهر والحتة دي بتساعدهم انهم يهضموا الاكل الصعب زي العشب والاوراق اللي احنا مش هنقدر نهضمه بس عارفين ايه اللي بيحصل بيبلعوا الاكل الاول وبعدين بيرجعوه تاني لبقوهم علشان يمضغوه كويس والعملية دي بتتكرر كذا مرة لحد ما الاكل بيتهضم تماما يعني لو شفت غزالة واقفة سكتة كده وبعد كده بتحرك فكها ما تفتكرش انه بيمضغ لبان مثلا لا ده غالبا بيرجع الاكل يهضمه وبعد كده يدخلو لمعدته تاني ودي حاجة غريبة مش كده ثالت حاجة معانا هي انه قرون الغزلان بتتجدد كل سنة الحتة دي بقى مذهلة بجده وكأنها في فيلم خيال علمي تخيلوا ان القرون بتاعة الغزلان الذكور بتقع وتطلع تاني من جديد كل سنة وده شيء عجيب جدا القرون دي بتبدأ تنمو في الربيع وبتكون مغطاة بجلد ناعم مليان اوعية دموية شبه المخمل كده لما القرون بتجبر وتوصل للحجم النهائي الجلد ده بيجف ويقع وفي الشتاء القرون دي كمان بتقع علشان ييجي غيرها وتبدأ دورة جديدة في الربيع اللي بعده تخيلوا بقى لو كان عندنا القدرة دي كلنا كنا غيرنا شكلنا كل سنة رابع حاجة الغزلان عندها حواس قوية الغزلان دي مش هتعرف تضحك عليها بسهولة ابدا لان عندهم حواس متطورة جدا بتساعدهم يحسوا بالخطر من بعيد كأنهم عندهم سوبر باورز كده فعيونهم واسعة وبتشوف كويس قوي في الظلمة يعني ممكن تشوف في الليل أحسن مننا بكتير وده لهم بقى حكاية تانية بتتحرك في كل اتجاهات زي الرادارات كده علشان تسمع أي صوت غريب وأما بقى حسة الشم دي بقى الأعجب فالغزلان ممكن تشم ريحة الإنسان أو الحيوانات المفترسة من على بعده نص كيلو يعني لو انت ماشي في الغابة الغزلان هتعرف إنك جاي من قبل ما تشوفك أصلا تخيلوا بقى إزاي بيقدروا يهربوا من الخطر بسرعة دول عاملين زي الجواسيس بدول الأفلام كده بيعرفوا الخطر قبل ما يجيب سنة خامس معلومة معانا هي إن الغزلان بتعوم كويس جدا مين فينا يعرف إن الغزلان سبحين ماهرين أنا شخصيا استغربت لما عرفت الحكاية دي فالغزالة مش بس بتعرف تعوم دي كمان بتقدر تعبر الأنهار والبحيرات الوسعة وكأنها بتلعب في حمام سباح فارواها الكثيف بيساعدها إنها تطفو زي طوق كده وأرجلها القوية بتخليها تتحرك في المياه بسهولة بعض الأنواع من الغزلان بتعبر مسافات طويلة في البحر علشان توصل للجزر الأريبة فتخيلوا كده غزال بيعوم جنبك وانت في البحر مش عارف لي حاسس إنهم أحسن مننا في العوم كمان سادس معلومة معانا هي إن الغزلان بتجري بسرعة جنونية لو فكرت تسابق الغزال انسى الموضوع ده خالص وروح لعب مع نفسك أحسن فالغزلان دي من أسرع الحيوانات البرية يعني ممكن تعتبرهم الفراري بتاع الغابة في بعض الأنواع زي غزال الضبي الأمريكي ممكن يجري بسرعة 90 كم في الساعة تخيل بقى ده أسرع من العربيات في شارع القاهرة أصلا وقت الزحم وده من غير ما يخالف قوانين المرور كمان فالغزلان مش بس بتجري بسرعة لا دي كمان بتقدر تنط المسافات الطويلة وتغير اتجاهها بسرعة كأنها بتلعب بركور ده اللي بيخليها تقدر تهرب من الحيوانات المفترسة بسهولة يعني لو كان فيه أولمبيات للحيوانات فالغزلان دي هتاخد كل الميداليات الذهبية في الجري والقفز سابع معلومة معانا هي لما الغزالة بتتولد فهي بتتولد من غير أي رحة خالص وده طبعا علشان تحمي نفسها من الحيوانات المفترسة اللي ممكن تشم ان فيه غزالة جديدة لسه نزلة من بطن أمها فالأم كمان بتاكل الفضلات بتاعتها وبتاعت الولادة علشان ما تسبشي أي أثر ممكن يدل عليها يعني الغزالة الأم بتعمل عملية تنظيف كاملة للمكان وأول كام يوم الصغير بيفضل مستخبي في الحشايش الطويلة وأم بتيجي تردعه كل شوية بعد كده لما يجبر شوية بيبدأ يمشي وراء أمه ويتعلم منها الحتة دي ثامن معلومة معانا هي إن الغزالة بتتواصل بطرق كتير الغزالة مش بتتكلم زينا طبعا بس عندها طرق تانية للتواصل أحسن من الواتساب والفيسبوك طبعا فبتستخدم حركات الجسم خصوصا الديل لما ترفع دلها ده معناه إنها حست بخطر وبتحذر باقي القطية يعني الديل ده زي جرس الإنذار كده كمان بتصدر أصوات مختلفة زي الصفير أو الخرخرة والذكور بتصدر صوت عالي في موسم التزاوج علشان تجذب الإناث زي ما تكون بتغني كده وفي حاجة تانية مثيرة وهي إن الغزلان بتفرز مؤات كيميائية من غضة خاصة علشان تترك علامات وتتواصل مع بعضها يعني عندها نظام تواصل متكامل ده كأنهم بيكتبوا رسالة سرية لبعض كده ومش عايزين أي حد تانية عرفها تسيح حاجة معنا هي إن الغزلان بتلعب دور مهم في البيئة فالغزلان مش مجرد حيوانات حلوة وخلاص لا دي لها دور كبير في النظام البيئي زي ما تكون شغالة في وظيفة مهمة أو في الطبيعة أولا فهي بتساعد في نشر البذور لما بتاكل فواكه النباتات فالبذور بتعدي من الجهاز الهضم بتاعها وتخرج مع الفضلات في أماكن بعيدة وده بيساعد على انتشار النباتات في مناطق جديدة يعني الغزلان دي بتعمل شغل المزارع من غير ما تاخد أي فلوس فكمان الغزلان بتساعد في تنظيم نمو النباتات لما بتاكل الأعشاب والشجيرات فتمنع إنها تنمو بشكل زيد عن اللزوم يعني بتعمل شغل الجنيني كمان وطبعا الغزلان نفسها بتعتبر مصدر غذاء للحاوانات المفترسة فهي جزء مهم في السلسلة الغذائية يعني الغزلان دي شغالة في كذا وظيفة في وقت واحد في الطبيعة عشر معلومة معانا هي إن الغزلان بتتعرض لخطر الانقراض للأسف في أنواع كتير من الغزلان في العالم بتتعرض لخطر الانقراض وكأن الطبيعة بتفقد واحد من أجمل مخلوقاتها والسبب الرئيسي هو تدمير البيئة الطبيعية بتاعتها فالغباد بتتقطع والأراضي بتتحول لمناطق زراعية أو سكنية يعني كأننا بناخد بيت الغزلان ونبني مكانه ملات وعمرات ده غير الصيد الجائر فمش بس الغزلان فرايس للحاوانات المفترسة لا ده كمان البشر بيستضوها وبيقتلوها اللي بيحصل زي في بعض المناطق في بعض الانواع زي غزال ديفيد في الصين عددها قليل جدا في البرية لدرجة إنك ممكن تعدهم على صوابق إيدك علشان كده لازم نهتم بحماية البيئة وننشر الوعي عن أهمية الحفاظ على التوازن البيئي ولو ما خدناش بالنا ممكن ولادنا وأحفادنا ما يشوفوش الغزلان مرة تانية إلا في الصور والأفلام في النهاية الغزلان دي حيوانات مذهلة جدا ومن سرعتها العجيبة لحد النظام هضمها المعقد وكل حاجة فيها بتثبت قد إيه ربنا خلق لنا حاجات مذهشة ومليانة بالعجيب فسبحان الله ولازم نقدر ونحترم الكائنات دي ونحافظ عليها مش بس علشان جمالها لكن علشان دورها المهم في الطبيعة أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي واستفتوا إن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا